راديو دبنغا راديو دبنغا راديو دبنغا راديو دبنغا اهلا ومرحباكم مستمعي راديو دبنغا الائزاء في برنامجنا اليوم الجمعة 12 من شهر 8 سنة 2022 اجتمل برنامجنا على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متنوعة ولكن في البداية نقدم لكم نشرة الاخبار ودي عنوينها مليونية 11 اخصطوص تنطلق الخميس في عدد من مدن ومناطق ولايات السودال المطالبة باسقاط الانقلاب وبالحكم المدني الكامل ارتفاع عدد للوفايا بواصلة السيول والامطار الغزيرة الى ستة اشخاص في ولايتين نهر النيل والنيل البيض بجانب خسائر كبيرة في الممتلكات والبنى التحتية ورشة الاطار الدستوري الانتقالي توصي بعدد من التوصيات وسفارات دول الترويكا النيرويج المملكة المتحدة والولايات المتحدة تدين بشدة محاولات تعطيل الورشة من قبل منسوبي النظام البائد وزير الصحة المكلف دكتور هاشم محمد ابراهيم يقول ان الاسباب التي دعت المنظمات الدولية لمساعدة السودان في المجال الصحي لا زالت موجودة والان الى تفاصيل النشرة من الراديو دبنقا يقرأ اهلكم الصادق مصطفى زكريا موسيقى قرأت جماهير شعب سوداني في عدد من المدن بولايات السودان في مواكب 11 اخسطس التي اعلنتها لجان المقاومة رفضا للانقلاب العسكري والمطالبة بالحكم المدني الكامل وشهدت الخرطوم موكب بشارع المطار واجهته الاجهزة الامنية بالعوف المفرد مستخدم القنابل المسيلة للدموع كما شهدت مدينتي المناقل ووات مدني بولاة الجزيرة خروج جماهير الى الشوارع ارتفع عدد حالات الوفايات بسبب السيول والامطار بمحلية بربر بولاة نهر النيل الى اربعة مع اضرار كبيرة في البنية التحتية ووالي الولاية يناشد السلطات في المركز بالتدخل وقال الناشطة العظيم البدوي لراديو دابنقا ان السيول تسببت في وفاة اربعة اشخاص على الاقل في مناطق شرق العبادية وغرب وجنوب بربر واوضح ان اكثر المناطق تأسر من مناطق كدباس شمال وغربي بربر اضافة الى منطقة الكيميلاب شرق بربر واوضح ان السيول تسببت في انهيار المنازل وقطع الطرق وجرف السكك الحديدية وحمل البدوي السلطات مسؤوليتها ان الاضرار لتقاعسها في فتح المجاري واخلاء المناطق القريبة من مجاري المياه من المواطنين واطاف اضل عظيم البدوي لراديو دابنقا في هذا الخصوص والله يعني العنديانة المعلومة العنديانة الناس اللي قيت معلوماتهم يعني عندك اثنين اطفال من اولاد رشايدة دا الكواي شرق العبادية شالو مستيل في غربي بربر برضو في واحد شالو مستيل دين كده ثلاثة في عنابز في واحد شالو مستيل برضو عنابز اللي هي جنوب بربر طوالي وحول الوضع الانساني للمتضررين من السيول في محلية بربر قال عبد العظيم البدوي ان المتضررين الان في العرافح وجماسة الى خيام الهواء والبطاطين بجانب مواد الغزاء واشار الى تأسر انشطة المواطنين بسبب انقطاع الطرق وتوقف حركة البصات بين المنطقة والخرطوم وتوقع البدوي ان ترتفع اسعار المواد الاساسية حال استمرار انقطاع الطرق من جهته كشفها لنهر النيل محمد البدوي عبد الماجد ابو قرون عن انهيار اكثر من الف منزل في مناطق متفرقة من الولاية ووجه ابو قرون داع حاج للسلطات الاتحادية والمنظمات الانسانية والهيئات الخيرية بدعم الولاية والمناطق التي تضررت بسبب سيول وقال الوالي في تصريحات صحفية ان المناطق المتضررة تشمل المسيد كدباس الفلحاب وغالبية مناطق غرب بربر ومناطق وادي الدان وما حولها من مناطق بمحلية الدامر وذكر الوالي بان الاحتياجات العجلة للمناطق تتمثل في توفير مواد الاهواء والخيام والمواد الغزائية والادوية والامصال ووجه وزارة البنى التحتية بالإسراء في معالجة انهيار الطرق خاص طريق عطبر بربر والذي تسبب في انهيار العديد من المنازل كما وجه الوالي إدارة الكهرباء وإدارة المياه بالإسراء في إعادة خدمات الكهرباء والمياه للمناطق المتضررة توفع طفلهم بسبب انهيار منزل بعد حطول أمطار غزيرة بولاية النيل الأبيض يوم الثلاثة وقدمت سلطات محلية ربك مساعدات للأسرة لمواجهة الظروف التي تواجهها يذكر أن ولاية النيل الأبيض كانت قد شهدت أمطارا خلال الأيام الماضية فوق المعدل أحدثت أضرارا متفاوتة بمنازل المواطنين في عدد من المحليات سجلت حالة وفايا بسبب ضربات الشمس بمدينة بوت سودان بولاية البحر الأحمر خلال هذا الأسبوع وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة التي تجاوزت الأربعين درجة ماءوية وقال الصحفي أمين سينادة لراديو دبنقا أن درجة الحرارة العالية التي تشهدها مدينة بوت سودان هذه الأيام تسببت في وفايات وفي حالات الإصابة بالإجهاد وأشهر إلى حالات وفايات لا تصل إلى المستشفيات وقال سينادة أن وزارة الصحة بولاية البحر الأحمر فتحت عمبر الطوارئ لاستقبال حالات ضربات الشمس وأضاف الصحفي أمين سينادة لراديو دبنقا من بوت سودان الآن رسميا وزارة الصحة فتحت العمبر بتاع الطوارئ لاستقبال حالات ضربة الشمس اللي تمكن تشوفه في الشهر عيانا بيانا أمامك من جهة ثانية أعلنت إدارة توزيع الكهرباء بولاية البحر الأحمر عن خفض إمداد التيار الكهربائي إلى عشر ساعات في اليوم ابتداء من يوم الأربعاء الموافق عشر من شهر تمانية جاري لمدة ثلاثة أيام ووجد القرار الرفض وسط مواطني البحر الأحمر لجهة أن القرار جاء في توقيت غير مناسب وقال الصحفي أمين سينادة لراديو دبنقا أن إدارة التوزيع تلقت منشورا رسمي من البارجة التركية التي تموت ولاية البحر الأحمر بالتيار الكهربائي بأنها تريد استبدال البارجة بأخرى في عملية استقرق ثلاثة أيام وعليها ستنخفض ساعات إمداد الكهرباء بمعدل عشر ساعات في اليوم وأوضح سينادة أن الشركة التزمت بإمداد المستشفيات بالتيار الكهربائي وناشدت المواطنين بترشيد وتقليل استخدام الكهرباء وأوضح سينادة أن القرار وجد استهجام من المواطنين مشير إلى تفاقم أزمة مياه الشرب في بورت سودان بسبب انقطاع التيار الكهربائي مع ارتفاع درجات الحرارة وأضاف الصحفي أمين سينادة لراديو دبنقا من بورت سودان رسميا الإدارة بتاعت البارجة التركية التي هي منها بتتوصل الكهربائي حتى بورت سودان إنها هي بصدد استبدال البارجة ببارجة أخرى وأن العملية هي تأخذ فترة حتى ثلاثة أيام وأنهم بناء على كده حيقوموا يدخلوا مدينة بورت سودان في الجدولة العامة للشبكة القومية بواقع خمسة ساعات صباحا وخمسة ساعات مساء أوصت نقابة المحامين السودانيين في ورشتها الأخيرة حول الإطار الدستوري الانتقالي التي انعقتت لمدة ثلاثة أيام في الخرطوم حتى يوم الخميس أوصت بخمسة محاور رئيسية وشملت عدد من النقاط أهمها النائب المعسسة العسكرية وخروجها من العمل السياسي والمشاركة في السلطة والحكم الانتقالي مع إقامة السلطة وحكومة مدنية ديمقراطية كاملة وتحقيق السلام العادل الشامل مع العدالة الانتقالية وإصلاح الأجهزة العدلية مع استكمال عملية السلام مع الحركات المسلحة التي لم توقع كذلك النص في الدستور الانتقالي والقوانين على قضية الحقوق باعتبارها جوهر الصورة والإصلاح الأمني والعسكري من جهتها أدانت سفارات دول الترويكا النيرويت والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بشدة محاولات تعطيل ورشة عمل نقابة المحامين حول الإطار الدستور الانتقالي بالعوم في يوم الأربعة وقالت سفارات الترويكا في بيان أن هذه الورشة هي مبادرة شاملة يقودها السودانيين وتجمع بين مجموعة واسعة من الأطراف من أجل تحفيز التقدم نحو إطار متفق عليه لحل الأزمة السياسية وأوضح البيان أن أولئك الذين يسعون إلى تعطيل الحدث وتخويف القائمين عليه ليسوا مختمين بالحوار وبناء توافق الآرار وأن هدفهم هو منع التقدم نحو مستقبل ديمقراطي للسودان مشددة على عدم السماح لهم بالنجاح وأكد البيان دعم الترويكا إجراء حوار حقيقي وشامل بين مختلف الأحزاب والمجموعات السودانية بحدف التوصل إلى اتفاق سياسي يؤسس لحكومة انتقالية ذات مصداقية بقيادة مدنية تحظى بدعم واسع النطاق بالإضافة إلى خارطة طريق واضحة للانتخابات وحس البيان جميع الأطراف على المشاركة والمساهمة في هذه الجهود بروح من حسن النية والمرونة والتوافق يواجه الموسم الزراعي الصيفي في السودان تحديات كبيرة مما يهدد بالفشل جاء ذلك في منصة الحديث الأسبوعي بوزارة الإعلام لمناقشة تحديات الموسم الزراعي يوم الخميس وقال المهندس أبد المجيد محمد الطيب ممثل وزارة الزراعة والغابات أن أكبر تحدي يواجه هذا الموسم هو التضخم وارتفاع الأسعار وأوضح أن ضعف استخدام التقنيات الحديثة أدى لتدني الإنتاج وأشار أيضا لمشكلة الوقود والكهرباء والأسمدة والمبيدات وقال أنها تحدث إشكاليات في سير الموسم الزراعي كشفت وزارة الصحة الاتحادية عن ارتفاع مضطرط في الإصابات بالسرطان مع ارتفاع تكاليف العلاج جاء ذلك في اجتماع قضايا مراكز علاج الأورام القومية التخصصية يوم الأربعة وقال مسؤول في الوزارة أن من بين التحديات عدم وجود سجل مدني أثر على الخطط العلاجية والتوزيع العادل للخدمات والتعطيل المتكرر لأجهزة العلاج الإشعائي من جهته أقر مدير المركز القومي لعلاج الأورام بروفيسر أبطالل ضفع الله أقر بوجود مرضى لا يتلقون العلاج رغم مجانيته للكلفة العالية للانتقال لمراكز العلاج لافتا إلى أدد من التحديات منها من عدم الخدمة في مؤسسات الصحة التابعة للقوات النظامية والقطاع الخاص مما يستوجب الشراكات والتوسع في الولايات منوها إلى أن عدد أجهزة الإشعاء المطلوبة أربعين جهاز مقارنة بالمتوفر والبالغ خمسة أجهزة فقط ولفت أبطالل إلى انقطاع استيراد الأدوية خلال العامين الماضي والحالي وإلى عدم توفر مراكز منفصلة للأطفال رغم خصوصيتهم طلب أطباء الولايات الشمالية بإقالة مدير عام وزارة الصحة الولائية وذلك بسبب تجاوزات أقدم عليها وأعلن الأطباء في الوقت نفسه الدخول في إضراب عام عن الأمل لكافة محليات الولايات وقال بيان لأطباء الولايات الشمالية يوم الخميس أن المدير العام المكلف بوزارة الصحة ومنذ اللحظة الأولى للتولي مهامه ظل يعمل على افتعال المشاكل وإصدار القرارات الخطيرة في الملفات الحساسة وأوضح البيان أن المدير العام قام بإصدار عدد من القرارات منها إقاف إمداد الأكسجين لمستشفى ضنغل التخصص في أول 72 ساعة من توليه مهامه وأمل على نسف الاستقرار الإداري بالمستشفيات بالولاية والتي منها مستشفى ضنغل التخصص ومستشفى مروي كما أشار إلى إصداره قرار آخر يخلي فيه مسؤولية الوزارة عن إمداد الأكسجين لكل مرافق الولاية الصحية وطالب أطباء الولاية الشمالية بإقالة مدير عام وزارة الصحة الولائية وأعلن أطباء عبر البيانة دخول في إضراب عام على مستوى الولاية الشمالية عن الحالات الباردة توفى شخصي في شجار بمنجم جبل عامر بولاية شمال دارفور يوم الأربعة وتسبب الحادث لاندلاء اشتباكات نجمت عنها أعمال حرق ونهب بمنجم جبل عامر يوم الأربعة وأفادت مصادر راديو دبنغ أن أسباب الحادث تعود إلى أن مواطنا أصيب في شجار نقل بسببه إلى مستشفى كبكابية لتلقي العلاج وفيها فارق الحياة متأثرا بجراحه وأوضحت المصادر أن أقرباء المتوفق قاموا بعد ذلك برد فعل تمثل في نهب المحلات التجارية بسوق المنجم وحرك البعض الآخر الخبر الأخير في النشرة قال وزير الصحة المكلف دكتور هيسن محمد إبراهيم في جلسة ختامية يوم الخميس بفندوق السلام روتانة لفعاليات منتدى شركاء الصحة والذي امتده لسلاسة أيام قال أن الأسباب التي دعت المنظمات الدولية لمساعدة السودان في مجال الصحة لا زالت موجودة سوى طوارع الصحية بكافة أنواعها من أمراض وكوارث ونزوح أو ضعف النظام الصحي بالبلاد الأمر الذي يقتضي من هذه المنظمات استمرار الدعم والمساندة وزيادتها والانتزام بالتأهدات مستمعي راديو دبنغل أعزاء بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم أنا أشكر لكم حسن المتابعة والاستماع وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا اشتركوا في القناة